إلا الأسلحة الكيميائية وما عدا ذلك لا خلاف ولا اعتراض هكذا يعبر الغرب عن موقفه من تحضيرات نظام الأسد لعملية عسكرية في إدلب تأتي ضمن جو سياسي ضبابي ساد محافل ضامن خفض التسعيد وخريطة عسكرية معقدة تحاول فصائل المعارضة المتواجدة في إدلب وريفها توحيدها في جبهة واحدة في السياسة تراوح المباحثات التركية الروسية مكانها بشأن صياغة نهائية تجنب إدلب كارثة إنسانية كبرى في حال دلعت المواجهات بين نظام الأسد وفصائل المعارضة أما على واقع الأرض فسلوك فصائل المعارضة يبدي عن استعجالها للمعركة المرتقبة فبعد تشكيل الجيش الوطني من عدة فصائل نافذة على الأرض أعلنت هيئة تحرير الشام استعدادها لقتال نظام الأسد متوعدة جيشه بمحرقة سيشهدها الشمال السوري ولم تكتفي هيئة تحرير الشام بذلك بل قامت بحملات أمنية ضد من سمتهم بالمروجين للمصالحات مع نظام الأسد الذين يسعون لتكرار سيناريو درعا والغوطة في الشمال السوري وفي الوقت الذي تبدو فيه هيئة تحرير الشام رأس الحربة في القتال ضد الأسد تبدو من زاوية أخرى ذريعة يستخدمها النظام لهجومه العسكري باعتبار جبهة النصرة عمودها الفقري صحيفة الوطن التابعة لنظام الأسد أشارت لاستقدام النظام حشودا عسكرية تعتبر الأثخم منذ بدء الصراع في سوريا وتم توزيع هذه الحشود على محاور التماس مع جغرافيا المعارضة بريف اللاذقية الشمالي وفي سهل الغاب واعتبرت الصحيفة أن التمهيد الناري الذي سيستخدمه النظام كفيل بحسم المعركة قبل البدء بعملية برية ما يعني نظر كارثة إنسانية ستحل بنحو ثلاثة ملايين مدني متواجدين في شمال غربي سوريا وهو الأمر الذي حذرت منه الأمم المتحدة مرارا وقرقت بشأنه الدول الغربية ذاتها التي حذرت من استخدام الكيميائي وصمتت عن بقية الأسلحة الفتاكة المدمرة ترجمة نانسي قنقر